يلا فيديو جديد نكملين سلسلة حلويات العيد وحكايتنا النهاردة بتحكي عن نواعي من الكحك عاملين بطريقة بسيطة خالص يعني ان شاء الله تطلع من الفيديو بتعرفي تعملي احلى كحك بجد كان طعم حلو شكل وطعم ولون والسوى ازاي تسويه ويطلع بالشكل الحلو ده ومحافظ على رسمته بص بقى الحشوة حلوة قوي يلا بقى اكملي الفيديو للاخر علشان ان شاء الله تطلعي بنتيجة كويسة اهم حاجة نسمي الله ونصلى على الرسول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد لايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصل لكم كل جديد تلات معلق من السمسم حمصين كويس والسمنة كمان سخنتها يعني كالدخلة كده على الغليان هقول لك مقادير كيلو دقيق ملكيش جعب المقادير اللي انا عملها خالص كيلو دقيق بياخد تلات معلق من السمسم تلات معلق من السكر كباية الا ربع من المية هحط عليها نص معلقة سكر والتنين والنص التانين هحطهم على الديق ربع معلقة خميرة ما تقطريش خميرة علشان تحافظ على الرسمة ويطلع كويس معيك هتقلب يوم وكده بعمل التست بتاع الخميرة بعد كده كيلو دقيق بحط علي معلقتين ونص من السكر ربع معلقة بيكنج بودر معلقة رحت للقحك دي حلوة قوي تلات معلق من السمسم ورشة الملح بعد كده هقلب المواد الجافة كلها مع بعض خلاص معدير ان شاء الله مزبوطة هتطلع كويسة قوي طب حطى سمنة قدية حطى 550 جرام من السمنة بجد الكحك اللي على السخن ده فرق كتير يعني الكحك ده بتاع ايام زمين امي وامك وجدتي وجدتك وبصي طعمه حلو ده الاصلي فعلا يعني مهما عملنا كحك الكحك اللي على السخن ده هو يعني هو اللي يكسب بصراح بعد كده حطيت بقى السمنة زي ما شفته كده اللي بمعلقة خشب ابعد حطي ايدك لان السمنة بتبقى سخنة قوي يعني سمي الله كده وابدقي براحة كده اللي بيها كويس ممكن هنا تسيبي هنا بسانت بقى اللي دخلت يعني ما شاء الله عليها قالت لي يا ماما هابسه لك انا قلت له هدخل يا حبيبتي اتعلمي سيبي ولادكم يتعلموا وهما صغيرين يعني مجرد ما هما بيبصوا ويشوفوك بتعملي الحاجة سدقيني يعنيهم بتلقط وبيعرفوا يعملوا الحاجة وقفهم جنبك ببدأ هنا قبسه اهم حاجة بقى ننتي تبسين على كف ايدك كده بسي كويس وزي ما بعمل يعني متهيالي الشكل واضح بعد ما بسته ممكن تسيبي هنا عشر دقايق ربع ساعة نص ساعة بعد ما تحط عليه السمنة يعني لو عملتي قبل الفطر سيبيه بعد الفطر بيكون حلو قوي بنزل بقى بالمية والخميرة واجنيه هنا اعجني زي ما انت عاوزة المهم من ننتي تليميوم والمية كده تتشرب معا كبية اللي ربع مظبوطة قوي يعني ما تزوديش مية تاني بعد كده بتعملي تست بتشوفيها الحمد لله ما شققتش ولا جرار لها حاجة الرسمة بتاعتها بينا شايفين العجينة كويسة خلاص هغطيهم ومهم قوي ان انت تغطي بكيسة او بيتسيبيه كده مكشوف من غير ما تغطي بحاجة هينشف منك غطيته هبدأ بقى اعمل الحشوة عندي عجوة العجوة دي كان طعمه حلو وعندي ملبن هحط عليهم سمسم ومعلقة سمنة بلدي بقى كده يعني دلعيها شوية سدقيني لو انت مش عملها في سمنة بلدي خالص المعلقة اللي انت بتحطيها في الحشوة بتدي كأنك يعني عملة الكحك بتاعك كله بالسمنة البلدي بتفرق سدقيني كتير بابدأ بقى اخد الكتعة على قد الكحكة اللي انت هتعمليها بالقوارية وتعملي كده زي حفرة في النص وتحطي بقى الحشوة بتحتك ملبن او عجوة زي ما هتحطي ممكن كمان تحطي على الملبن مكسروت لكن النهاردة استكفيت من غير اي حاجة ما جبتش يعني بحب قوي احط عين جمل ما حطتش حاجة خالص لكن العجوة تعمها حلو جربيه بالعجوة كده بيفرق كتير عندي الختامة دي حلوة يعني ممكن تعملي بيها او ممكن بالمنقش يعني المنقش كان موجود ما جربتش جيت عملت واحدة والدي قالولي لا يعني عملت شجرة كده قالولي لا اماما عامليه كله شايف الشجرة هنا بتعمليها بالطول زي ما عملتها كده وبتبدأ يتنقشيها يعني عملت اتنينة هما قالولي لا اماما عامليه كله بالختامة يعني حلوة والطريقة دي حلوة او اللي لنقشة برضو بس يعني ما اخدوش حاجة انا عاملة النهاردة تلاتة كيلو بس انا قلتلكم على مقدير كيلو زي ما قلتلكم هتولعي بقى الفرن لحد ما يسخن خالص خلي النار بتاعته وسط بحط الصنية على الرف الاوسط ما تحطوش في قغة الصنية او على الصوجة بتاعت الفرن لا خليها على الرف الاوسط على الشبكة وتبدأي بقى تلف الصنية بتاعت الكل شوية شايفة السواء محافظة على الرسمة السواء من فوق ومن تحت ما بولحش الشوية خالص سدقيني بتفرق كتير لما بتولعي الشوية الحاجة اللي انت بتعمليها شكلها بيتغير وطعمها بيتغير والملمس بتاعها نفسه بيتغير لكن كده بتكون حلوة شايفين بقى الحشوة من جوة للأسف جالي مشواره ونزلت على طول يعني مدتش الكحكة حقه هنا انا لابسه عشان كنت نازلة يعني صورت معكم الجزء ده يعني بسرعة مدتش الكحكة حقه ان اوريكم فعلا كل الحشوات من جوة كان زي ما انتو شايفين كده كان شكله حلو وطعمه حلو والمقادير كلها كانت مظبوطة لو في غلطة كنت هقولك زي ما انتم متعودين معي لو في اي حاجة بقولكم عليها سكر بودر بقى وهتبدأي ترش على الوش كده جربيه ان شاء الله هيطلع مظبوط وجربي في كيلو يعني قلتلك مقادير الكيلو طبعا عاوزة تعمل الكمية اللي انت عاوزها ضعف الكمية وده كان الفيديو بتاعنا النهاردة يلا بقى لو الفيديو عجبك لايك وشير وسبسكراب للكناة اشوفكم ان شاء الله على خير مع الف سلام